النهاردة وبكرة فيه النهاردة كان فيه جلسة في مجلس النواب غدا أيضا فيه جلسة أخرى بمجلس النواب النهاردة ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة مشروع قانون بيهدف لإيه؟ لتوطين وتعميق الصناعة ده واحد ليه؟ نخلق فرص للتصدير وبيهدف التعديل لإعفاء بقى الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها واللي بتستوردها المصانع والشركات بغرض أن يتم تصنعها محليا كويس؟ وعاوزين نعفيها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة كمان إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليا من هذه الرسوم خلونا نخد على تليفون سات النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زاك يا دكتور يا أهلا وسهلا سيد يوسيوز زاك أهلا بيك الحمد لله وشكر الله كنا بنتكلم على مسألة إعفاء المكونات والمنتج النهائي من الرسوم إلى أي مدى بشوفوا أن ده من الممكن أنه هو يسهم في خروج هذه السلع المصنعة محليا لسد فجوة محلية وللتصدير وده مهم أو إحكاة التصدير الحقيقة سيد يوسيوز في النهاردة كان مشروع مهم جدا جنة من لجنة الخطة والموازنة من مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 84 يعني يهتم بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الأجهزة بتاعة التليفون المحمول والاكسسورات اللي المصانع بتستوردها من بره علشان يتم تصنعها محليا من الرسوم بتاعة تنمية الموارد المالية للدولة والحيان ده يعني أمر مهم جدا 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 لأنه الدولة خلاص بدأت تبص للصناعة وتوطين الصناعة المحلية بنظرة جدية وبتحاول تشجع وتوطن وتعمق الصناعات التي يمكن إنجازها بسهولة زي صناعة الأجهزة القصة بالهاتف المحمول وأجزائها في مصر وده طبعا من خلال تشجيع الشركات العالمية على الإستثمار وأكثرا إحنا بقى عندنا بدأت تشتغل في مصر من خلال مصانع وده قال الفجوة الاستراضية في المكونات والاكسسورات دي زي سامسونج وزي فيبو وزي غيرها شركات كتيرة جدا بدأت تشتغل إلى جانب كمان الشركات المصرية اللي بدأت تشتغل على تصنيع منتج محلي كامل تليفون كامل ففلسفة المشروع النهاردة الحقيقة كانت بهدف تخفيف الأعباء الضربية على الصناع دي وعلى كمان من خلال الأجزاء والمكونات الغزمة لإنتاج الأجهزة دي واللي بتستوردها المصرية بغرض التصنيع وطبعا كمان إعفاء الأجهزة بتاعة الهاتف المحمول المنتجة محليا من هذا الرسل وده الحقيقة وفر كتير جدا على الدولة المصرية احنا تقريبا كنا بنشتور بهذه الأجهزة والإكسسورات تقريبا بما يتقطع 500 مليون دولار دلوقتي تقريبا بعد هذا القرار إن شاء الله بنستهدف أن هذا الأمر يقل إلى 200 مليون دولار ثم يتلاشى تدريجيا مع توطين هذه الصناعة في مصر حان المشروع أضاف فقرة للبند 25 من القانون اللي هي خاصة بإعفاء المؤرد المالية للدولة من هذه الأجزاء ولقص تحسن كبير جدا من غالبية النواب وده طبعا لأنه اتجاه الدولة حاليا وتوجهها في هذه الصناعة هو توطين المنتج المحلي أو توطين الصناعة للمنتج المحلي وإحنا بنتكلم عن صناعة مهمة صناعة تريفون محمول دي صناعة مهمة جدا بيدخل فيها صناعات مغزية كتيرة جدا جدا وفيها طبعا معاملات كتيرة جدا استراضية وده لازم نبصله بشكل أو بأخر الفترة اللي جاية طب دكتور خالد هل ممكن أيضا ناخد نفس هذا التعديل ولكن مش بس على أجهزة المحمول ولكن على الصناعات التكنولوجية أو صناعات تكنولوجيا الاتصالات بشكل أكثر عمومية الحقيقة يا زيو يوسف كلام حاجة بها كلام مهم جدا جدا احنا كمان في تانسكوت شباب الأحزاب والسياسيين بصين ناحية هذا المشروع بشكل مهم جدا من سطرة القادمة يعني بننادي بوجود خريطة صناعية لمصر في هذا الاتجاه الصناعات التكنولوجية هي صناعات المستقبل زي ما بنقول وخلال العشر سنوات القادمة مش هيكون فيه أي آلات شغالة في هذه الصناعات وهتتطور بشكل سريع جدا فيجب أن تكون الدولة المصرية مستعدة لهذا الأمر قبل ما يحصل الحقيقة أنه كمان حجم هذه الصناعات في العالم كله وحجم أصبح دلوقتي بنتكلم في مليارات الدولارات وده أمر برضو مهم جدا على الدولة المصرية أنها يبقى لها الصدق فيها أنا شايف أن البنية التحتية والتكنولوجية اللي بتقوم بيها وزارة الصلاة والدولة المصرية بيتعاون مع الوزارات المعنية في كل من القطاعات الجمهورية شايف أنها خطوة من عشرات الخطوات نحو هذا الأمر لكن إحنا بدأنا وإن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة نقدر نصل إلى حد محترم من الإنجاز في هذا الأمر بإذن الله أدودنا مشكورة جدا جدا سادة النائب كل شكر سادة النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين